بسم الله الرحمن الرحيم الآن بعد ما تمت عملية الإنستوليشن سكسيسفولي في عنا مجموعة من البوست الإنستوليشن لازم نقوم بعملهم حتى نتأكد بأنه الإكسجينج سيرفر نزل عندي بشكل سليم أول واحد من هذول التشك بني جعله هي الكمبيوتر ندخل على السي رح نلاحظ بأنه في عندي إكسجينج سيتابلوكس هذا اللوك هو الخاص في عملية الإنستوليشن بالنسبة للإكسجينج سيرفر رح نلاحظ في عندي إكسجينج سيتابلوك بمجرد ما نفتح هذا اللوك طبعا هو عبارة عن نوت باد فايل الآن طبعا يعطينا كل الستبس اللي قام فيهم في عملية الإنستوليشن طبعا إحنا ملاحظين وهم شي بأنه لما نيجي نوصل لنهاية اللوك بنلاقي بأنه كل العملية بأنه تمت سكسيسفولي بدون أي مشاكل وإذا كان في عندي أي مشاكل مباشرة بنرجع بنشوف إيش التاسكات اللي عمل على انتهاء مشاكل وإيش اللي توقف فيها الشي الثاني الآن ندخل على السي الآن على البروغرام فايلز راح نلاحظ في عندي مايكروسوفت اكسجينج سيرفر فولدر اسمه في فورتين راح نلاحظ وجود ثلاث أنواق أو ثلاثة فولدرز اللي تم عملية الإنستاليشن بنسبة لهم أول هدول الفولدرز في عندي اللي هي الكلينت اكسس الكلينت اكسس هو المسؤول عن الإنستاليشن لكلينت اكسس رول واللي احنا تم اختيارها ونلاحظ فيها مجموعة من اللي هي الفولدرز كذلك منلاقي بأنه نزل عندي الميل بوكس سيرفر فولدر وهنا يتم تخزين الداتابيز الخاصة في الميل بوكس رولز زي ما احنا ملاحظين باي دفولت هو بناء دفولت ميل بوكس داتابيز طبعا امتدادها .edp كذلك في عندي الرول الثالثة اللي احنا عملنا لها إنستاليشن هي الرول الخاصة بالهب واللي هي بتندرج تحت الترانسبورت رولز وراح نلاحظ فيها مجموعة من اللي هنين الفولدرز هلا اخر بوست إنستاليشن طبعا رح احنا بنعرف بانه عملية الهي الكونفغيريشن عند عملية المانجمنت للإكسجينج سيرفور التم بثلاثة الطرق اول هذي الطرق اللي هو المايكروسوفت مانجمنت كونسول اللي هو الامسي الان بمجرد طبعا ما تعمل تعمل فيول او البروغرامس رح تلاقي في عندك اللي هي الإكسجينج مانجمنت كونسول هاي الطريقة الاولى اللي من خلالها رح يتم عملية اللي هي مانجمنت للإكسجينج سيرفور طبعا أغلبية تعملنا رح يكون عن طريق اللي هي الإكسجينج كونسول مانجمنت أو الإكسجينج منجمنت كونسول طبعا في بداية اول مرة رح يحتاج منك لواقت الآن هادي هي الإكسجينج كونسول بانل بيحكي له عن موضوع اللي هي لايسنسينج بحكي له اوكي الآن هاي الكونسول بانل السيرفور كونسول بانل الآن الإكسجينconfiguration إذا أنت بدك تعمل مستوى كل مجموعة من السيرفور الموجودين عندك في أنت بتعملها مرة واحدة إذا كنت بدك تعمل مستوى السيرفور واحد من خلال سيرفور مستوى كونسول بانل المال بوكسي الي آخرين كذلك في عندي تول بوكس وهي مجموعة من البوكس و مجموعة من التول التي تستخدمها في عملية هي الـ Management Configuration هذه هي الطريقة الأولى التي من خلالها نعمل Management لـ Exchange في عندي الطريقة الثانية نعمل لها Management لما نأتي على All Groups سنلاقي في عندي Microsoft Exchange Server 2010 سنلاحظ في عندي Exchange Management Shell هو عبارة عن مجموعة من من خلالها تصبح تعمل Management لـ Exchange Server كل شيء نعمله على الـ Exchange Management Console هو يتحول تلقائياً على الـ Exchange Management Shell الطريقة الثالثة التي من خلالها نعمل هي Management هي عن طريق الشيء اسمه هو Exchange Console Panel Exchange عفاً Exchange Control Panel كيف ندخل على Exchange Control Panel حقيقةً هي من خلالها هي Internet Explorer ندخل HTTPS ندخل اسم السيرفر الآن موجود عليه Exchange EX01 على ECP إي 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 راح يعطيني ورنينك وانو احنا داخلين في HTTPS وهي Not Trusted Certificate. Continue. طبعا حتى ما يظل تظهر لنا اشارات اللي هي البوبوكس. التحذيريه ، ننطلل على Server Manager . نخرج Uets TIN off. الانترنت Explorer Enhancement. لي halo هيا بدخل بـ Administrator. على stereotypical state-finity and 아이들. طبعا البداية اوكي 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 الان هذه المنجمنت الخاصة في عملية الان اوكي الان اوكي الان اوكي من هنا يتم عملية اللي هي بناء الميل طبعا بناء اللي هي Distribution Groups والتحكم طبعا في اليوزر الموجودين عندك ولكن فيه Limitation في ال ECB بأنه ما بتقدر تعمل اللي هي Create Mail Boxes زي ما احنا ملاحظين ما في عندك Create Mail Box هي فقط هادي هي نقطة الضعف الموجودة فيها هي هاي Differences بال Distribution Group زي ما احنا ملاحظين بإمكانك بأنك تعمل New إلى آخر هي فهي فقط هي النقطة الضعف الموجودة في ال ECB وهي عدم قدرتك على عمل Create Mail Boxes طيب الآن نرجع للكونسول الرئيس الموجود عندي وهو Exchange Management Console الآن بعد ما نخلص عملية اللي هي Installation Successfully عشان نعمل اللي هي نتأكد بأنه الهلث التي هي ال Exchange Organization عندي سليمة ندخل على Best Practice Analyzer بمجرد دخولنا على Best Practice Analyzer راح يعطينا هاي التول الخاصة اللي تعمل Checking على الهلث أول شي نختار Do Not Check I Don't Want To Join بعدين I Don't Want To Check I Want To Go To The Welcome Screen بعد ذلك عندي هذه ال Option Select Options For A New Scan نحن عانا A New Scan تلقائيا نعمل Detect على ال Domain Controller الموجود عندي تمام نعمل الآن إذا في حالة إنه كنت بدك تختار اللي هي Username وال Password لل Login نحن راح نقبل Default و نعمل اللي هي Connected to the Domain Controller Server يعمل الـ Connection مع بين الـ Exchange Server والـ Domain Controller ويأخذ الـ Help Permission فعلاً وجد عندي الـ Domain Controller الى آخره الآن نحن اللي بدنا نعمله عملية هي Health Check ونستخدم الـ Start Scanning الآن يبدأ عملية هي الـ Scanning عملية الـ Scanning ستأخذ منها تقريباً أربعة دقائق حتى يعملنا الـ Report الخاص في الـ Scanning للـ Configuration Server ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وليس لدى من أرده الان بلاحظ بانه تمت عملية هي الاسكانينغ سكسيسفولي بدنا نطلع على الريبورت نعمل فيو يملنا الريبورت ويظهرنا الريبورت بالنسبة لانه بلاحظ بانه معطيك بس مجموعة من الورنينغ وطبعا ما في عنده ولا اي رونج معطينا شوية هي ريكوونديشنز الآن بالنسبة لهذه الورنينغ هي ورنينغ يعني يعني خلينا نحكي مش كثير الآن يعني نسخه فيها انفو بانه هم عم يتحدث مدران زي هون في هذا الاساس السيكيور سيرتيفكت يعني ليعر بالنسبة للسيرتيفكت بيحكي لك عن اللي هي الدرايفرز فاحنا راح نتحدث عن هاد السيرتيفكت هيك بما انه ما اعطاني ولا اي ارورز اذا ما تكون عمدي تليه الانستوريشن تمت بنجاح نسكر ونرجع عندي الكونسول الخاص في الاسشينج سيرفر اول شي راح نتحدث عنه الان راح نطلع لما ندخل على الريسيبينز كونفيقراشن راح نلاقي في عندي ميل بوكس الان في داخل الميل بوكس عم يعمل لودنج لاليوزر الموجودين عنا بايدفول راح يعمل كرييشن للادمينستريتور اللي انا داخل فيه بحيث بانه يسمح لك بانه تعمل تستنج من خلاله وترسل وتستقبل اللي هي الايميلات عندك تمام هذا هو اليوزر والالياس الخاص فيه تعال الادمستريتور راح يكون نفسه الارجانزيشن اللي يونيت الموجود فيها اليوزر ميل بوكس الى اخره راح نلاقي بانه البرامري اسمتي بي عندي ادمستريتورات اي بي سي بايدفولت بيكون الباني ليه هو ديسكوري سيرتش ميل بوكس بحيث بانه يساعد في عملية ترية السيرتشنج على الميل بوكس زي ما احنا شايفين عم يعملنا فيوين كمان للميل بوكس الموجودة الان لو بدي اجرب بانه هل عندي الاكسجينج سيرفر شغال منيح و عم يرسل بيستقبل حقيقة بيمكاننا باننا ندخل الان على الكونسول التالي طبعا اول كونسول احنا بنصير من خلاله ندخل و نصير نعمل تستنج على الاختصار الاكسجينج سيرفر تاعي اسم السيرفر اي اكس زير وان على في عندي شي اسمه اوتلوك ويب ااب اوتلوك ويب ااب هذه اختصارا انها اوتلوك ويب ابل كيشن اوتلوك ويب ابل كيشن تمام الاوتلوك ويب ابل كيشن لأنه عم تستخدم اللي هي الابليكيشن الخاص في الاؤتلوك الان لما نجد ندخل في الكونسول الخاص فينا Administrator Password اول مرة عم يروح بعمل غيه الاثنتيكيشن من ال Active Directory تمام ودخل عندي هون اليوزر راح نلاحظ بأنه هذا الكونسول تماما شبيه بالكونسول الخاص في الاؤتلوك العادي الان لو بدنا نجرب نعمل تستينج بأنه يرسل استقبل عند الاكسيند سيرفر طبعا يرسل استقبل انترنالي في خانة التون نجرب ندخل اللي هي الادمستريتر اكاونت طبعا لو كبسنا كنترول مع كي راح نطلع للي هي الاكاونت تاعي كامل اللي هي مثلا نسميه تست ايميل تست نعمل سند نعمل مجرد نعمل سندنج نزل عندي في الدرافت نطلع من عندي من الدرافت صار في السند ايتمس نجرب نعمل ريفرش بنلاحظ بأنه نزلت عندك اللي هي الايميل الخاص اللي انت بعضته كادمستريتر لنفسك بنلاقي هيك بأنه بيكون عندي الاكسجينج سيرفر سليم وعمير سلو يستقبل اللي هي الايميلات بشكل واضح الآن اول شي راح نتحدث عنه زي ما احنا بشافين اه حكينا عن هذا الكونسول الخاص في الاكسجينج منجمنت كونسول راح يكون في عنا على اليسار اللي هي الـ Tabs الخاصة في الـ Organization وفي السيرفر وفي الـ Receipts إضافة للـ Toolbox هون راح يكون في عندي اللي هي الـ Action Pane اللي حنا راح نستخدمها أو اللي هي الـ Work Pane عفاً وعلى اليمين راح يكون في عندي اللي هي الـ Action Pane اللي أنا بدي أكون أعملهم على الـ خلينا نحكي الـ Items اللي موجودين عندي هون أول واحد من هذه الـ Items اللي راح نتحدث عنها اللي هي الـ Mailbox راح نلاحظ بأنه بايدفولت الـ Exchange Server بالـ Database Management بايدفولت بيكون باني عنده اللي هي New Database هذه الـ Database هي تلقائياً اللي بيروح ببنيلك إياها وأي أكاونت يوزر انت بمباشرةً زي مثلاً عندي الـ Administrator الآن تم بناء وحط اللي هي الـ Mailbox داتو جو هاي الـ Database الموجودة الآن بتلاحظ بأنه هاي الـ Database الاسم الخاص فيها ونلاحظ بأنها Mounted موجودة عندي على سيرفر اللي هو Extended Server 01 مش موجود عندي سيرفر إلا واحد تمام؟ الآن بمجرد ما كبسنا عليها راح نعطيني طبعاً اللي هي الـ Properties الخاصة فيها الآن لو كبسنا Right Click واجينا على الـ Properties الخاصة فيها راح نتعرف على مجموعة من الـ Properties الموجودة عندي أول هذه الـ Properties راح نلاحظ بوجوده هو وجود الـ Name في الـ Mailbox Database في هذا التاب طبعاً نحن بإمكاننا بإنا نجي نغيرها بنسميها مثلاً VIP Database هاي راح أخط فيها الـ Accounts الناس الخاصين يعني الـ VIP persons هون راح نلاحظ بإنه الـ Database Path راح تلاحظ بإنه موجود على الـ C Program Files على الـ Exchange Server تمام؟ جو الـ Exchange Server في هذا الفودر 14 إلى آخره جو الـ Database الموجودة عندي إي دي بي تمام؟ راح نلاحظ بإنه لسه مش معطينا أي information عن الـ Last Backup Last Incremental و الـ Status الخاصة فيها إلى آخره مثل Modified والـ Server اللي هي عمل الـ Hosting على هذه الـ Database الآن مهم جداً نتعرف على الـ Tab الخاصة في الـ Maintenance أول شي بالـ Tab الخاصة في الـ Maintenance راح نلاحظ في عندي إشي اسمه هو Journal Recipients Journal Recipients إيش المقصد في الـ Journal Recipients المقصد في الـ Journal Recipients المقصد في الـ Journal Recipients بأنه مجرد ما أفعلها و أعمل براوز راح أختار واحد من هذول الـ Users تمام؟ راح تكون مثلا عندي قائمة من الـ Users أختار قائمة أو أختار واحد من هذول الـ Users أي ميسج تطلع أو توصل لهذه الـ Database راح تيجي نسخة منها لهذه الـ Administrator ويصير يطلع عليها تمام؟ أي نسخة راح توصل لهذه الـ Database لـ Mailboxes الموجودة في هذه الـ Database تطلع منها أو توصلها راح توصل نسخة لمين لهذه الـ Administrator بس هون الشخص اللي أنت بدك تحطه في الـ Journal Recipients طبعاً إذا الميل بوكس تاعه راح يصير كبير والحجم تاعه راح يصير كثير كثير كبير فبالتالي أنت لازم يكون في عندك اللي هي أنه تـ Take care about اللي هي Storage Size عندي بايد دفولت اللي هي الـ Database تلقائياً بما أنه نحن نتحدث عن Database فهي راح تحتاج بين كل فترة و الثانية إلى أنها تعمل خليم نحكي Re-Manage وإعادة ترتيب لهذه الـ Database فتلقائياً الـ Database كل 24 ساعة بعملها سكانينج وتعمل لها عملية الـ Database بايد دفولت بتكون عملها Schedule من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 5 صباحاً طبعاً عملية اللي هي الـ Database طبعاً في وقت ما بيكونش فيه موظفيين ولا بيكون فيه يعني ناس عم يستخدم اللي هو بشكل كثير كبير لأنه هذا بيؤدي إلى أنه يعمل إيقاف لعملية الـ Mailbox طبعاً في مجموعة من الـ Tablets الموجودة عندك في أي وقت أنت بتحتاج بأنك تعملها Schedule تكبس على Custom رح تختار أنت الوقت اللي أنت بتحتاجه الوقت المناسب اللي أنت بتحتاجه اللي أنت بدك إياه تستخدمه فيها هاي العملية طبعاً بإمكانك بأنك تصلي تختار تعمل اللي هي Active باللون الأزرق والأبيض اللي هو ويكون Not Active الخيار الثاني اللي هي Do Not Mount This Database At Startup بعض الوقت بأنه أنا بحتاج بأنه أعمل اللي هي يعني Some Configuration على الـ Database وتحتاج بأنه اللي هو السيرفر بأنه يعمل ريستارت فأنا عشان ما بدي حدا يوصل لهذا الـ Database وتكون لساتها مش بالـ Service وحتى أضمن بأنه محدش يوصل لها ويعمل معاها Action فبحتاج بأنه أعمل اللي إيش Dismount لما أخلص اللي هي عملية اللي هي الـ Recovery وبالتالي أنت بإمكانك بأنك تعمل Do Not Mount This Database This Database Can Be Overwritten By Restore الآن هذا الخيار الخاص لما تيجي تعمل اللي هي Recover للـ Database في حالة بأنه مثلا الـ Database صارت عندك أو صار في عندك أي مشاكل على الـ Database أو تضطر بأنك تعمل لها Restore من الـ Backup إذا لازم تختار هذا الخيار إذا ما اخترت هذا الخيار فأنت ما تقدر تعمل اللي هي Restore Enable Circular Logging راح نتعرف على الطريقة اللي يتم فيها عملية تخزين اللي هي المسجز فرح نلاحظ بأنه بيكون في عندك اللي هي إشي اسمه Log Files الـ Log File هلا هذا الـ Log File مهم جدا بحيث بأنه أول ما توصل المسجز تنزل عندك فيه الـ Log File هلا إذا تركت الـ Log File بدون عملية اللي هي Limitation راح يصير عندك تضخم في الـ Logging وبالتالي راح تلاقي بأنه صار في عندك الـ Size كثير كبير هلا اللي عم بيصير بأنه بالـ Log Files عندك بيتم فتح اللي هي Log Files مع كل المسجز انت بتبعتها الآن إذا بدنا نعمل Limitation فإنه شو بنعمل بنروح بنعمل اللي هي Circular كيف يعني Circular بأنه بعد يعني وصلت اللي هي المسجز عند أول فتح لها أول Log ثاني Log ثالث Log الرابع الخامس هلا لو لو ما كنا عاملين اللي هنا بالـ Circular اللي راح يعمله راح يفتح سادس و سابع وتامن وتاسع إلى ما لنهاية وهذا راح يؤدي إلى أنه يصير في عندك مليستريج يعني راح تتفلل عندك بسرعة لكن بعملية لما تعمل Enable Circular راح يعمل اللي هي يفتح اللي هو Log نمبر 1 يفتح Log الثاني الثالث الرابع الخامس الآن لما يوصل بعد الخامس إذا أجأ Log بده يفتحه جديد ما بيفتح السادس إنما يرجع على الأول يمسح الداتا اللي كانت موجود عليه و يرجع لي يستخدمه مرة ثانية وهكذا فأنا بضمن بأنه ما بيكون في عندك اللي هي زيادة في الستوريج ولكن في عندك مشكلة في استعادة اللي هي الباك أب إذ أنه الداتا أو اللي هي المسج اللي وصلت عند اللوغ الأول بعد ما يتم المسح لإلها فإنه ما بتقدر تعمل لها ريستور إلا إذا كنت مواخد إنت فول باك أب فهي إلها حسنات إلها سيئات بناء ناحية حاجة الموجودة عندك الليمتز هلا بعض الوقت بأنه ليس من المفروض بأنك تترك اللي هما الموجودين عندك في هاي الداتا بيس بأنه يخذوا يعني بيكون مفتوح لإلهم الستوريج والسبب في ذلك بأنه يكون في عندك انت المفتوح مثلا إذا كان في عندك خمسمائة جيجا مش من أقول بأنك تخلي كل الميل بوكسز يعني مفتوحة الستوريج فإحنا بنصير بنحدد اللي هي الستوريج سبيس عند اللي هي زي خلينا بنجي بنحكي اللي هي الكوتا او اللي هي الستوريج الان بنسبة للVIP ايش اللي راح ينعمله راح ينعطيهم نسمح لهم بأنه يخزنوا ثلاثة جيجا تمام يعني خلينا نحترط أنه ثلاثة ألاف ميجا الآن بيعطيهم ويرننك لما يوصلوا لألفين ميجا تمام وبأنه يعطيهم عفا يمنحهم من السيندنك لما يوصلوا لما يوصلوا عند الألف تمام هلا ايش اللي أنا عملتهم هذول اللي هي الثلاثة أرقام الثلاثة أرقام أول إشي الماكسيمم سايز تاع الميل بوكس لهذا اليوزر هو ثلاثة جيجا بمجرد ما يوصل ثلاثة جيجا بمنعه بأنه يرسل وبمنعه بأنه يستقبل هذا بنسميه اللي هي طيب الآن بمجرد ما يوصل لأ الفين ميجا يعني تقريبا اثنين جيجا لكن أسمح له بأنه يستقبل كنوع من أنواع اللي هي الفورس اللي أنا أبعطيها عليها أو البوليسي أبعط له إشي ويرنينج بمجرد ما يوصل لقديش اللي هي 1 جيجا هلا بيسعني هون بيحكي لي إمتال الويرنينج أنت بتحب بأنك تبعثها مثلا بتحكيله هي في الصباح أو تعمل لي كيستمايزيزيشن حسب التامي اللي أنت بدك تبعط له إياها هلا في عندي إشي اسمه هو ديليشن ستنجز ديليشن ستنجز هلا نوع من أنواع الديليشن ديليت الأول اللي هو كيب ديليت ايتمس فور ديز لمدة أربع عشر من يوم إيش نمقصد في الايتمس هلا اليوزر اللي إذا كان فيه عنده مثلا مواصله إيميل أو عامل ميتنج فأنه من خلال الأوتلوك تاعه أو من خلال الأوتلوك هو بابليكيشن إذا كان داخل فممكن بنعمل ديليشن لهاي الآيتمس لهذه الآيتمس سواء كانت زي ما حكينا إيميل أو مثلا على سبيل المثال ميتنج ريكويس ولكن تماما زي ما هو موجود عندي في الويندوز ريسايكل بينه بأنه بجرما تدلت اللي هي دات تروح على ريسايكل بينه بعدين تضلها موجودة بتقدر تعملها ريستور كذلك في الاكستشيند سيرفر نفس الشي بإمكانك بأنك إذا دلتت واحدة بين هذول الإيميلات يظلوا موجودين عندك في الريسايكل بين في الديليتد ايتمس لمدة أربعة عشر يوم واليوزر عند القدرة بأنه يعمل له إيش ريستور طبعا بإمكانك بأنك تزيد الأيام أو تقلل الأيام طب إيش بالنسبة للهية للميل بوكسس هلا ممكن يكون في عندك يوزر موجود عنده اللي هي الميل بوكس تاوه هذا اليوزر مثلا تطلع من عندك من الشركة فأنت بتعمل اللي هي ديليت للميل بوكس تاوه تعمل ديليت للميل بوكس تاوه وإنما يروح على إش اسمه اللي هي الديسكنيكتد ميل بوكسس يظل موجود عندك لمدة ثلاثين يوم قبل ما أنه يتم عملية اللي هي الحذف النهائي طبعا في عنا خيار البست براكتس لازم دائما نختاره Do not permanently delete items until the database has been back up يعني ما بتعمل لي أي ديليشن لا أي نوع من أنواع يعني ما بتسمح إذا كان في عندي accidental ديليشن إلا لما يتم عملية اللي هي أخذ full back up للداتا بيس في عندي اللي هي public folders وحقيقة يعني بطل حدا يعني تقريبا خلينا نحكي يستخدم اللي هو public folder وصار في إله فقط اللي هي special purposes لأنه مايكروسوفت صارت بتعتمد على شيء اسمه اللي هو share point server عندي اللي هو ال offline address book وهي القدرة على أنك تستعرض ال users الموجودين عندك وال contacts بدون ما تكون متصل عندك على الكمبيوتر راح نلاحظة بأنه بديفولت في عندي اللي هي default offline address book نعملها apply اوكي اوكي باللاحظة بأنه تغير هي الاسم ال database الآن لو ال best practice solution حقيقة بأنه ما بتخلي ال database موجودين عندك على ال C إنما يكون مثلا في عندك اللي هي sun storage أو بتكون جايب hard diskات أخرى بتكون حاططهم على drive آخر الآن نفترض بأنه بدي أعمل ال hard disk جديد اشتريته بحيث بأنه بدي أعمله storage لل database نجي لهون عندي على ال vmware machine settings بنعمل add وبنختار hard disk next next مثلا نختار بأنه هذا ال hard disk حجمه 100 جيجا next next نعمل creation the disk the disk the desk the desk نقوم بعمل الانتصار نعلم الانتصار نحن لاحظة اني لسه لا تظهر عندي نحن على المفترض ندخل على مفترض ضمن المفترض سوف يكون هناك بين الانتصار سوف نجد الانتصار نخطط الانتصار نقوم بعمل الانتصار سنستخدم محصول.. نستخدم المنطقة .. نستخدم المنطقة المنطقة خلص يومنا بدي الآن صار في عندي اللي هي healthy لو دخلنا هون راح نلاحظ بأنه صار في عندي الDrive e انا مفروض بأنه نحط الهي الاتاباس الموجودة عندي إذا كنت نرى تقليق أو دعيها كما هي الآن أنا وفي عندي VIP لو بدت بدي أعمل اللي هي داتا بيز جديدة نأتي على نفس الميل بوكس سنلاحظ في عندي خيار نيو ميل بوكس داتا بيز هلأ بيثني إسم هذه الداتا بيز على سبيل نحن بدنا نعملها للمانيجرز هلأ السيرفر المسؤول عنها رح تكون مخزن عندي أنا لا يوجد عندي إلا فبالتالي رح يظهر لي في هذه القائمة فقط سيرفر واحد نختاره نأتي رح يسألني عن الباث على الداتا بيز ولاحظ بأنه الباث على الوقف هلأ نحن هون عندي في الـ بيمكن أن نأتي بسرعة تقليق نأتي نحط نيو ونسميها هاي مثلا مانيجرز بحيث بأنه نخزن جواتها الداتا بيز الخاصة في من في المانيجرز سأتقليق وراحين نعمل كت لكل هذي كنترول V الآن سيكون اسم اللي هي الداتا بيز الجديدة عندي منجرز.edb طبعا كذلك نعمل في نفس الباث الخاص في المانيجرز على منجرز 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 طبعا لاحظ بأنه تلقائيا بأنه حكالي هاي السامري نيو مباشرة بنالي اللي هي داتا بيز كمبليتت ونعمل لمعونتن لهاي الداتا بيز صارت جاهزة نلاحظ بأنه مباشرة اي كومنت انا بعمله على مباشرة بيحول ليها للباورشيل نجيو نستخدم راح نلاحظ بأنه ظهرت عندي مانيجرز تمام داتا بيز الان لو رجعنا لهون لالي راح نلاحظ أنه جوه مانيجرز أعطاني اللي هي الداتا بيز اللي أنا بدي إياها لحكيت عنها وجوتها في عندي اللي هي اللي راح نتحدث عنهم إن شاء الله الان نفس الشي دابل كليك على مانيجرز راح نلاقي بأنه نفس اللي هي المعلومات الموجودة عندي ولكن بالليميتيشن بدنا ننعمل إحنا الميتيشن بحيتي بإني أسمح لهم 1 جيجا مسموح لهم فقط إذا اتجاوز 1 جيجا يمنعه من sending and receiving يمنعه من sending إذا وصل مثلا 750 ميج وبيعطي issue warning على 500 ميج طبعا كالعادة best practice do not permanently بنعمل apply بنعمل key كمان خلينا نعمل new database كمان و بنسميه مثلا regular هاي بتكون هاي بتكون لل end user على نفس exchange server next طمعا نيجي هون عندي على ال E وبسميها مثلا regular تمام ناخدها copy ويكون اسم database هون regular edp و regular طبعا نلاحظ في عندي خيار command this database اي انو مباشرة خليها جاهزة للخدمة new نلاحظ بانو صارت عندي ثلاث انواع من database او بينيه ثلاثة database double click عليها وبنغيرها هلا هون regular users انا بدي maximum size لهم مثلا 300 ميج بيمنعوا من sending على الميتين ميج وبيدي اياه كمان يعطي issue warning لما يوصل اللي هي database هجبها عنده لميت ميج do not permanently طبعا كالعادة كمان اللي هي client settings browse نستخدم اللي هي offline ناكيله اوكي طبعا احنا نسينا ما نعملها بال managers client settings browse default address offline apply اوكي باللاحظة بانو ال database صارت عندي في regular ولكن لساتنا اذا بنرجع لل ال vip database راح نلاحظ بانو لسه ال database موجود عندي على هذا الباث اللي هو موجود عندك في C دخلنا على C راح نلاقي في عندي program files عندي Microsoft exchange server version 14 راح نلاحظ بانو في عندي بال mail box لسه موجود عندي ال database اللي انا اول database موجودة احنا غيرنا الاسم تاحها ولكن ما حاولناها او ما نقلناها الى مكان اخر الان راح نتعلم بانو كيف تعمل انت move لل database عندك لو كبسنا right click على vip database راح نلاحظ في عندي خيار اسمه هو move database path ومنجرد ان نختارنا اللي هي move database path يعطيني اللي اسم الخاص فيها ورح نلاحظ اللي هو الباث الموجود الان لو رجعنا عندي على e وبنينا لل vip database ال new folder بحيث اني نحط اللي هي مكانهم vip تمام ام واجينا هون الان شو اللي عم بيصير عندي بدي اغير اللي هي path لو دخلنا هون على vip ونختار right click copy ونوجي نشيل كل هاي ال database يعني حتى ال name الخاص فيها نضع كونترول V بعدين باكسلاش VIP هذا VIP.edp هي الاتباس التي ونأتي كمان على الوقفايل بنشيله ونضع فقط اللي هي EVIP بيمكننا بنضع مثلا VIP حيث بانه نعمل لها فولدر جديد نعمل ايش move نحكي لي بانه الان انت علشان تنقل اللي هي الاتباس تنقل اللي هي الاتباس نحكي له yes طبعا عملية الموف ما بتتم خلال اليوزرز لما يكونوا شغالين وطبعا تاخذ وقت حسب اللي هي حجم الاتباس الموجود عندك لذلك يشتو تكاير انه بانه تكون عملية موفمنت بوقت ما بيكونش فيو الاند يوزرز شغالين وعملين جاين وعملين اكشن و ترانزاكشن على هادي الاتباس هلا الpowershell command اعطاني اياه طبعا وعطاني completed successfully بنجيب نعمل finish الان لو كبسنا double click عليها راح تلاحظ بانه صارت عندك اللي هي الاتباس الخاص فيها لو اجينا الان على راح نلاحظ بانه صار في عندي ايييييييييي ونلاحظ بانه وداTAباس صارت عنده موجوده هون وداة بيز بالا � vemos على ال lookاخاخ الان لو رجعنا لو رجعنا الا الميل بوكس اللي كنا موجودين في UC راح نلاحظ بانه الdatabase الخاصة فيك انتقلت من هون صارت عندك في الإي هيك بنكون عملنا عملية هي الموفمنت سكسيسفولي طيب الان كيف يتم تحديد الهي الاند يوزر بانه على الانو داتا بيس موجود فيها الان لو واجهنا على الميل بوكس وعملنا كريشن ليوزر عملنا نيو ميل بوكس تمام وعملنا نيكست راح يستعني بانه بدك اكزيستن يوزر ولا نيو يوزر طبعا نيو يوزر راح يعمل كريشن لليوزر في ال اكتف ديركتوري وبنفس الوقت عمله ميل بوكس نفترض بانه هذا اليوزر عبدالله ام صوارحة راح تلاحظ بانه عطاني الهي النام اللي راح يعمله ديس بلي الان اللوغن النام اللي راح يستخدمه اب دي يو دابل ال اي اتش دوت اس تمام وراح يستخدم اللي هو اد اي بي سي دوت لوكن بيسأني عن اللي هي الباسورد ويوزر مست تشينج اذا بتحبب انه يعملها تشينجنج نيكست لا انا بيسأني بيحكي لي الالياس اللي راح يستخدمه يكون يونيك لالجهاز الخاص فيك راح لحظة بانه باول خير موجود عندي specify the mailbox database اللي انت بدك تروح تعملها استور لهذا الميل بوكس نعمل browse بيطلع اللي هي ال data pieces فانحنا بنختار مثلا عبدالله بالديام مثلا على ال vip database next لسه ما تحدثنا عن ال archiving بنعمله next راح يعطينا اللي هي configuration summary بنعمل new وبهيك بتتم عملية اللي هي ال installation او عملية اللي هي creation لهذا ال user successful بنعمله finish بنلاحظ بانه لسه مش انا شايف اللي هي databases اذا بدنا نعرض اللي هي ال tab الخاصة في ال database بنيجي عندك على view add remove columns راح نلاحظ بانه في عندي column خاصة في ال databases نعملها add بعدين نعملها move up move up اوكي بعد ال ال الياس نحكي لها اوكي بنلاحظ بانه الان بمجرد ما نطلع راح تلاقي بانه يحكي لك بانه هذا ال user موجود عندك في ال database ال vip database وهكذا لو رجعت للميال بوكس راح تلاحظ بانه كلها تماماونتت في اي وقت انت بدك هاي بتعمل عليها اي reaction بامكانك بانك تعملها dismount وبتعمل لها remove اشتركوا في القناة